اشتركوا في القناة نحو التنمية والازدهار في المجالات كافة الحقيقة أنها ذكرى عزيزة على كل مواطن في هذا البلد الطيب إذ نتذكر في هذه الذكرى ما تحقق من إنجازات وما أنجز من مشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سوى والحقيقة أن المشروع الإصلاحي الكبير الذي بدأ به جلالته تسلمه السلطة كان ميثاق العمل الوطني وكان هو العمود الفقري لهذا المشروع الإصلاحي وثم دستور مملكة الوحرين الذي انبثق من خلاله السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب وكان جلالته يسعى إلى إشراك أبناء شعبه في اتخاذ القرار والحقيقة إذا استعرضنا ما تحقق من إنجازات زاخرة في هذا العهد الزاهر نجدها أنها شملت كل المجالات من اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وتعليمية وإسكانية وبالتالي فإنها إنجازات محفزة إلى مزيد من العطاء ومزيد من البدل لمستقبل زاهر إن شاء الله كما أننا نود أن نشيد بإطلاق الرؤية عشرين خمسين الذي إن شاء الله سنبدأ بإعدادها بالتعاون مع سمو والي العهد وأيضا مع الحكومة الموقرة ومع الجهات الرسمية والأهلية على حد سوا حتى نتطلع إلى مستقبل تحقق فيه البحرين الرياضة في كل المجالات